حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مغبة إضاعة فرصة الهدنة وعدم تحويلها لوقف مستدام لإطلاق النار بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأدانت الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزرعاتهم ومقدساتهم وأدانت الوزارة تجريف الاحتلال لما يزيد على مئة دونم واقتلاع عشرات أشجار الزيتون شرق قليقيلية لتوسيع المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة إضافة إلى استمرار فرض التضييقات على حركة المواطنين في الضفة الغربية المحتلة وتقطيع أوصالها وسيطرة جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين على الطرق الرئيسية التي تصل بين المحافظات